البلد ونضمر البلد ونعمل فوضى في البلد ونخرب لا امريكا نعمل لا فيش دولة في العالم الا الا مجموعة خائنة تعيش برة هربانة كلهم هربانين هورهم لكم اللي عاملين الدعوات دعوات لاحداث فوضى وفتنة فهمش واحد قعد في مصر كلهم عايشين برة كل اللي قدام حضراتكم هذه المجموعة الخائنة للوطن وللدين دعاة الفتنة ودعاة الارهاب جماعة الاخوان الارهابية هي التي تدعو وهي التي تحشد وهي التي تدفع الفلوس وهي التي تمول وهي التي تنظم وهي التي تستهدف الشعب والدولة والمؤسسات لا احد اخر كل اللي قدامك دول طيور الظلام ومن على شاكلتهم ادي عندك الارهابي ارهابي محمود اسمه ايه حسين وارهابي اسمه براهيم منير وارهابي اسمه اسم ايه الوادي حدد دا أخو عصام حدد متحة الحدد دا الهربان دا اللي بيعمل قنواته كم Fucking القنوات. وادي ارهابين اسمه طاهر اسمه ايه طاهر الواد طاهر ده الهربان الشرقاوي. والتاني اللي اسمه ابو اسام الارهاب اللي قاعد في امريكا. دول يعاعدين في امريكا. يعاعدين في لندن. يعاعدين في المانيا. يعاعدين في كندا. يعاعدين في اه دول كثيرة. الارهاب اللي اسمه بهجة صابر. والارهاب اللي اسمه محمود فتحي. والخاين العميل اللي اسمه مطر. والخاين اللص الحرامي. اللي اسمه الواد محمد علي الهربان ده في برشلونة والواد اللي اسمه محمد كناريا محمد ده الواد محمد اسمه ايه الواد العبيض ده اسمه ايه لا يا اخي مش عطوان الواد اسمه كناريا كناريا يعني احنا عارفين كناريا مش عارفين اسم الحقيقي معقولة محمد كناريا جماعة مي اسم الحقيقي ايه بسألكم اه محمد ناصر ايو ايو محمد ناصر اللي هو محمد يعني انتم عارفين عارفين اسمه كناريا ومش عارفين ناصر ده ايه الحاجة العجيبة دي والواد اللي اسمه هربان ده عطوى واسمه فيه على فكرة حاجات كمان وطقوة وايمن نور والواد اللي هربان تاني اللي اسمه ترتر والواد التاني اللي اسمه جويش بتاع اللي أبوعد وتنظيم ده يعني وعيلته والتاني الواد الهربان ده ال كل اللي قدام حضراتكم دول هم الذين يريدوا إحداث فوضى في مصر معاهم ناس تانية بالمناسبة معاهم ناس تانية تباحهم عندهم ناس تانية تباحهم يعني معاهم عناصر أخرى تباحهم بس كل المنظومة اللي قدامك دي يا مشاهد يا كريم في كل مكان تبع عارف مين اللي عايز خراف في مصر هؤلاء مين اللي عايز البلد دي تتقلب مرة واثنين وثلاثة تاني هؤلاء مين اللي عمل قبل كده خراب 2011 هؤلاء ومعاهم ناس ثانية طبعا لكن هؤلاء دول اللي عملوا الإرهاب في 28 يناير 2011 الإرهاب والاغتيالات والاغتحامات والتفجيرات هؤلاء اوعى تقول لي بالمناسبة كلهم تقريبا 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 لهم فيديوهات موجودة الدعوات التحرضية للإرهاب والاغتيالات كلهم تقريبا بنسبة 99% من اللي موجودين قدامك دعوات لإرهاب دعوات لاغتيالات دعوات لاغتحامات دعوات لفوضى دعوات لتخريب دعوات لإسقاط الدولة اللي قدامك دون ده خطاب خطاب لإنه هما بيشتغل بالمناسبة عايز أقول لكم إسكريبت موحد والله إسكريبت موحد لكل هؤلاء ما في موحد يستطيع أن يعمل أي شيء من دماغه من رأسه زي ما بيقولوا كده لازم الإسكريبت يتوزع الشغل إزاي النهاردة وهو هو يعني ياريتهم يغيروا يعني يعملوا مثلا يخترعوا خبر يفبركوا خبر يعني بقى لهم كم يوم كده بيفبركوا خبر موحد وكل قنواتهم مع مواقع تاصل الابتماع بتاعتهم بتشغل عليه خبر مفبرك مفبرك قولا واحدا بس إيه أصو أنت عحد هيطلع يقول لك خبر لا خبر بالمناسبة جميع ما يتم بسه عبر هذه الأزرع الاستخباراتية العالمية المعادية لنا لمصر تتلقى تعليماتها من جزء استخبارات كل هؤلاء ما عندهمش معلومة بيقولوها كل اللي بيقولوه شائعات كل اللي بيقولوه شائعات فيش حد يطلع يقولك احنا محتاجين لا خالص احنا دي ما تلاقيهاش طيب هم عايشين في بلاد الوضع الاقتصادي فيها أسوأ من مصر اللي العملات بتاعتها تنهار أكتر من انهارت ولا يتحدثوا أبدا ولا يستطيعوا الحديث عشان لو استطاع الحديث يشحنوا على الأول طيارة يشحنوا على الأول طيارة يرميه على الأول طيارة ما يقدرش فهو يعمل ايه؟ استهدف مصر ده انت النار تحت رجال النار في بيتك انت النار في بيوتكو النار في بيوتكو كلكو من أول إبراهيم مونير ومحمود حسين وكل اللي قدامكو دول والود زوبع والود ناصر والود مطر وكل اللي قدامكو دول النار في بيوتكو الحرائق عندكو وتجاي تكلم على مصر طب عندك حرائق طب فيها الأول يعني لو انت بقى بتشتغل وتقول احنا بنشتغل عشان تعرف لما أنا بقولك الحكاية دي لا تجد واحد فيهم يتكلم على وضع اقتصادي في بلد هو عايش فيها